السلام عليكم ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباراة الجولة الرابعة فقد جاء ترتيب المجموعة الأولى على الشكل التالي نابولي في الصدر بـ 12 نقطة ويتأهل لدورة 16 ليفيربول 2 بـ 9 نقاط آيكس أمسردم 3 بـ 3 نقاط غلاس كورينجرز 4 بـ 0 نقطة وجاء ترتيب المجموعة الثانية على الشكل التالي كلوب بروش في الصدر بـ 10 نقاط بورتو 2 بـ 6 نقاط أتليتيكو مادريد 3 بـ 4 نقاط باير ليفيركوز الرابعة بـ 3 نقاط وجاء ترتيب المجموعة الثانية على الشكل التالي باير ميونيخ في الصدر بـ 12 نقطة ويتأهل لدورة 16 انتر ميلان 2 بـ 7 نقاط برشلون 3 بـ 4 نقاط فيكتوريا بلزن الرابعة بـ 0 نقطة وجاء ترتيب المجموعة الرابعة على الشكل التالي توتنا موتسبور في الصدر بـ 7 نقاط مارسيليا 2 بـ 6 نقاط سبورت انجليش بونيا 3 بـ 6 نقاط انتراخت فرانكفورت 4 بـ 4 نقاط وجاء ترتيب المجموعة الخامسة على الشكل التالي تشيلسي في الصدر بـ 7 نقاط ريت بولساسبورغ 2 بـ 6 نقاط دينامو زغرب 3 بـ 4 نقاط ميلان 4 بـ 4 نقاط وجاء ترتيب المجموعة السادسة على الشكل التالي ريال مدريد في الصدر بـ 10 نقاط لايبزك 2 بـ 6 نقاط شخطر دونتسك 3 بـ 5 نقاط سلتك رابعة بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة السابقة على الشكل التالي مانشستر سيتي في الصدر بـ 10 نقاط بولساسبورغ 2 بـ 7 نقاط إشبالية تالي تن بـ 2 نقاط كوبيناء غرابيان بـ 2 نقاط وجاء ترتيب المجموعة السابقة على الشكل التالي باريسان جرمان في الصدر بـ 8 نقاط بمفكة تنين بـ 8 نقاط يوونتس تالي تن بـ 3 نقاط